فقرة المهندسة أمن القيمري مشان تحكي لنا عن النباتات اللي هلأ موسمة وهلأ عزها صباح الخير أول صباح الخير كيف حالك؟ تمام اليوم جايبت لنا شغلاتك مش أنا محتارة هن داخلي ولا خارجي هلأ إحنا معنا نبت داخلي ونبت خارجي آه والله اليوم حبينا هيك نعمل رفرشمنت للداخلي لأنه زمان ما جبنا داخلي هلأ زي ما حكيتي كله على الخارجي فحبينا اليوم هيك نجيب نبتة جديدة طب أي واحدة خارجي اللي عندك داخلي آه اللي عندي داخلي آه هاي خارجي أوكي وين بتحب نبلش؟ من عندك يأ هلأ معنا إحنا نبتة اسمها الزامية نبتة شوي سهلة أو كتير سهلة خلينا نقول يعني شو بدي أحكي لك يعني اللي عنده مسلا موقع في البيت ما في شمس كتير متغلب مش عارف أش بدي حط بيسافر كتير ما عندهش حدا يدير باله على النبتات بنسها يسقي بنسها يسمي بنسها أي شي حط الزامية عن جد؟ آه بتتحمل؟ كتير كتير بتتحمل بتتحمل قلة مي بتتحمل قلة ضو بتتحمل ما بدهاش رش يعني أكيد طبعا هلأ بس بتضلها هيك خضرة؟ ما بتدبل ورقتها؟ لا أبدا يعني بتخرب في حالة إيش زدت عليها المي يعني إذا زدت مي كتير بتصفر بتتعب وممكن تتعفن لأنه المية على طول لأنها من أنواع النباتات اللي أورادي فيها ستوراج مية يعني فيها مية فمشان هيك هي المية اللي بنحكي عنها موجودة لأنها هي هنا آسيا زي بالضبط 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 حتى العرق تبعها لاحظة لما تمسكيه بتحسيه طري شوية ففيه مخزون مية عرفتي فمشان هيك هي مش ضروري أنه أنا يعني أزيد عليها مية يعني يمكن مرتين بشهر بكفيها مية كل أسبوعين مرة إذا كان لا يوجد إضاءة صيف شطة؟ صيف شطة هلأ بالصيف يمكن شوي أكتر كمان شهر زمان لما تصير حم وهيك احتمال تحتاج أكتر بس بشكل عام كتير كتير سهلة وإزي ما أنت شايفك وراءها بالماء واللي بالنص دولة التحت بتطولوه بصير كله بطولوه بتطولو بتصير كبيرة بس ما بتزهر لا بضلها بس خضار هاي ممكن بس تكبر عندك إذا دايق المنظر ما بدكيها كبيرة بتيجي بأي وقت إحنا بالداخلي ما منركز عوقت التفسيخ أو الإكتار بس يفضل طبعا بشهر اثنين أو بأول الربيع بتقدري تقسميها بتعملي منها عدة نباتات وفعليا هي كتير كتير سهلة زي ما أنت شايفة على صالون مثلا في البيت الداب تكبر يعني بس بدي أعرف عشان لما أخدها اليوم وأنا مروحها حسابك ولو يعني هلأ وصلت لحد خلينا نقول متر وعشرين آه متاز الماك سمم لي أنا شفته يعني صراحة هلأ أي قوار هاي محطوطة جوة قوار فإذا حطتيها بقوار أكبر يفضل لأنه اذا بتتفرجي بتحسي أنها من جوه كتير مليانة بالدوء مدهوطة تقول تكبروه بضبطة بدها قوار أكبر آه ما تفسر موين شمس عادي عادي شمس بم بقولك يعني ما بتحب الشمس أه ما بتحب الشمس آه يعني هلأ بالفضاء تعيش عادي بس إنه إذا ما في فضاء ما في ضو ما في مشكلة بتمشي يعني هاي حسب التعليمات اللي عنا هذي شو إيش هاي بالله عليك ما عشان الله بنشرحها هاي إذا بدك تسقيها هاي طريقة السقي اللي إحنا بنحكيها إنه بتحطي وعاء خلينا نقول وتحطي حصم هادي ما بتزبط هاي ما بتحب المي هاي ما بتزبط هاي ما بتحب المي فحاطين لك إكس عليها ما تسقيها بهاي الطريقة أوكي اسقيها من فوق وبكمية كتير قليلة يعني تكوني فعلياً حذرة بكمية المي لأنه أي مية زيادة بتبلش تصفر هلا هي رقيقة شوي من ناحية إذا بتمسك العرق ديالة هتلاقي إنها على طول هيك بتتحرك يعني ممكن تكسر قصدي العرق من تحت هاد هاي ممكن تتطلع معي بإيدي فلما تزرعيها بدك تتسبتيها في الفيتموس بطريقة منيحة إنها تمسك مضبوط ممكن تزرعيها زي ما قلتلك أهم شي إنه المية وشغلة الضو في كتير ناس بيكون عندهم زي باسمنت مثلا ما في ضو بالمرة ممكن تحطي فيه وترايحي راسك يعني إنها عن جد بترايحك وممكن تكبري القوار زي ما حكيتي من أولها مشان تمشي معاكي وهدولة بطلعت رأطوار وصير منظرة كتير حلو كتير حلو يعني لما دخلتها أنا عم فكر إنه أنت جايبت لنا إشي الصناعي اليوم بتحسيها بلاستيك بالزبط وهاي اللمعة باي ذوي هي مش مش منظفة ولا إشي بس مسحيها من الغبرة وهيك هي هي لمعتها الطبيعية يعني وخضارها كتير غامع وصعب توصل لمرحلة نقص حديد أو صفار إلا إذا كتير كان عليها مي يعني في ناس للأسف بس شوفها بتفكر إنه بدها مي كتير بس لا تعكس تماما لا بالورقة هاي اللي منشوفها محطوطة على بعض النباتات عادة اللي تكون لبنات النباتات مستوردة مستوردة بالضبط حطين لي شوك وسكينة وصحن وحطين إكس عندك فكرة شو يعني؟ إنها مش بتكل بالضبط هلا في نباتات يعني بعرفش حتى لما بتقرأ يعني كل النباتات اللي إحنا عم نجيبها بتتفاجع إنه في كم محرز يعني قابل للأكل هلا فيه وفيه كم مش بطال بيسمم فهم مشان هيك بي دايما هم كتير دقيقين يعني بهاي الأمور بيحذروك إنه ما تاكلي كلي بتسمم يعني يعني منها النباتات فهذه غير قابل للأكل لا أبدا مش قابل ما قل هاش طعم النقد بتكون هاي لأنها ملانة بالمايك بتكون هيك أكيد لا بس يعني ما فيش داعي تتاكل هي حلوة هدية سعرها متوسط هلا بتقدري تاخدي منها حجم صغير إذا انتي حاببتها يعني بتكبر عندك وإذا أنا ما عندي يعني مش مضطرة أجيب حجم كبير ما في ضرورة يعني ممكن أجيب حجم مناسب للأوار اللي عندي أو إنه مناسب نمو سريع تقريباً خلينا نقول برضو متوسط أقرب للسريع يعني بتحسيها عم طاعتي بسرعة طبعاً في حالة أخذت الاحتياجات المناسبة لإلها إذا سمتناها مو غلط يعني إذا كل مثلاً رية كل شهر مرة بيكون ممتاز بتحسي إنها كمان بتسرعي أنتي من عملية طيب وإذا قصيناها هيك مثلاً هدول الطالعين مشان بدنا نساويهم مع هدول برجع بطولهم شوفي عملية القص هاي عفكرة سؤالك كتير حلو بدو يمكن وقت كتير بس شغلة القص هاي بدها تكون أنا برأيي بدها شوي تفكير هلأ أنتي قلتين قص من هون إذا قصتيها من هون بصفي منظرها مو حلو في حالة أنا مدايئني هذا الارتفاع بقصها من تحت خلاص ما بدي العرق كله عرفتي فبأخذ هدول اللي تحت بيضلوا بنفس الارتفاع أما إذا إجيت قصيتوا من فوق بصير نهايتها مش حلوة ببصير إلها طرف مو حلو حتى لو قصتها من عند الورقة هذا إحنا سياسة هاي متبعها بالخارجة هلأ في هنا نباتات كتير تتطري بحتى بالصيف تقصيها فيفضل دايما شغلة التأصير إذا أنا مش مضطرة ما أقصر أو لما بدي أقصر أقصر بطريقة فنية ما تحسس اللي قاعد إنه أنا عم بتطلع على نبتة مقصوصة عم بتطلع على إشي طبيعي فهاي برضو بدها فن في شي تاني ما نحكي عنها؟ لا بس نحكي نحذر من الماء يفضل يفضل احنا هلأ حاطين زي ما انتي شارف القوار البلاستيك جوه البوت اللي هو عجبني مثلا فيفضل انه يكون فيه تصريف صح لهاي النبتة بماء هتكبش الماء في حالة جبنا زي هدول القووير اللي من تحت ماء لهم تصريف كيف نقدر نزراحه بطريقة معينة مشان ما نخلي التراب فوق بعضه؟ هلأ عندك حلين اما بتحطي البوت الاصل الاشتراتي اللي هو انتي ما بدك يبين داخل هذا القوار بس هذا في حالة ما بدك يأتي كبر بدك يأتي زي ما هي يعني لحد معينة ممكن يعني انتي مثلا تقولي اولها لا بدي اياها تخدم ديكوري فخليها او في حالة خلاص بدي اسبت قواري وبدي اجيب كبير ويبضل فيه دايما نوصل اللي يكون فيه طبقة حصمة منيحة وكل ما كترتي الحصمة بعتمدى حجم القوار كمان مش احط نص حصمة وبصفي في شطراب فوق يكون فيه حصمة مشان لما تنزل يكون المية تنزل على الحصمة ويكون فيه تهوية لا جذور النبتة اوكي منذكر باسم هاذا زامية حلوة كتير وكتير منوص فيها و سهلة سهلة يعني كتير سهلة صراحة وكثارها سهل كمان طب ممتاز من انتقل للنبتة التانية نحكي عن هاي النبتة هلا هاي النبتة كتير كتير حلوة بحطوها بالحدائق هلا قبل اشي تتفتح يعني زي ما انت شايفة معي اذا منركز عليها في اشي مفتح اذا انا مش عارفة انا نقشر في اشي مفتح هاد واللي فوق الاسم فالنبتة هاي اسمها الأجابانثس نبتة خارجية في منها هذا اللون وفي منها الأبيض الأبيض اخف شوي اذا بتقرأي عنها بتلاحظ انه في منها زهر بس احنا بالبلد عنا الموف والأبيض والبنفسجي شوفي هاي كمان سهلة مش صعبة مميزة جدا دائمة ما بتضطري تغيريها بتضل عندك ممكن خضارها شوي تعب بالبرد بالأرض بقوار اذا بدك كتير حلوة هلا في منهم هي الأجابانثس او الأجز بحكولها لما تكون يعني عشان اختصار هلا في ناس بيستعملوها بيعملوها زي سياج فلما تصير زي سياج بتكون بطريقة جم بعض جم بعض ومفتحة بطريقة كتير حلوة الأجابانثس من النباتات اللي يعني زي ما انت شايفة من تحت بيكون الخضار وبتعطي الستيك هذا اللي احنا شايفينا أو العود العود واحد بس ولا عادة بكون فيه اكتر من العود لما تكون هلا هاي بتحسي فيها اكتر من وحدة القوار نفسه بس كل نبت بتعطيك عود واحد ممكن تعطي اكتر ممكن تجدد يعني تعطيك واحد وترجع تعطيه هلا فيه حالات بتعطي اكتر من واحد بس زي ما انت شايفة ممكن نبتة واحدة ما تعطيني اللي افكت اللي انا بديها يعني ممكن اها ازرع مثلا ثلاثة اربعة خمسة تعطيكي منظر كتير حلو الحلو بنبتة الأجابانثس انها بتعطيني تنوع في نوع الورق بالحديقة يعني احنا عنا نوع ورقة هاي الورقة الأجابانثس مختلفة عن الورق العادي اللي بالحديقة فانتي بتقدري تزرعيها جنب اي نبتة تانية عشان تعملي زي فرقات بشكل الورق وبنفس الوقت بتقدري تحطي مجميع النبتات زي ما احنا دائما نحكي وتحطي بينها الأجابانثس فبتعطيكي منظر كتير حلو اشي تاني بتعطيكيها اللي هي طول الزهرة هاي يعني طول الزهرة كتير حلو اذا انت عندك قعدة ومش مبين وراها مثلا سور او اي اشي خافي هاي النبتة بهيك حالة انت بدك ارتفاع وبنفس الوقت ما بدك ارتفاع يسكر يعني ما بدك مجموع خضري كبير بتقدري تزرعيها ما بيبين الورق بس بتعطيكي الزهرة مع ان الورق حلو بس انه في حالة انت بدك بس يبين زهور يعني تخيلي هاي عبارة عن بوكين من الورد بتصير بالأرض عن جد حلوة كتير لها حسنات ومنها انه زي ما قلنا انها بتضل من سنة لتانية شغلة تانية انها بتقدري تكاثريها عندك بالبيت يعني بشهر اثنين مجرد بتخلعيها من الأرض بتكون هي اعطت بنات صغار حواليها تكاثرات بس بتفسخيها وبتاخدي منها نباتات جديدة وشغلة القوار كمان كتير بتهم ناس وبقدروا يزرعوها بالقوار هلا خضارها زي ما قلتلك كتير حلو سماد بتحب السماد يعني بتحب تتسمت دايما نقول احنا مرة بالشهر على الأقل بفيدها وبعطيكي ازهار حلو الميزتها كمان انها بتضلها مزهرة لتقريبا آخر الصيف وهذا اشي احنا مندور عليه بالضبط بس احنا دايما منقول برمج حديقتك ما تزرع اشي ما تحس بوقت من الأوقات انه ما فيش عندك ولا اشي مزهر بالحديقة دايما خلينا حذرين من هاي النقطة لانها فعلا اشي مهم الا اذا فيه ناس بحبه بقولك انا متفرقش مع الزهور المهم خضار وهم مقلال يعني كل الناس بتحب المزهر اكيد بحب الحصان بالصيف نحب نشوف فيك اشياء بس تبلش الربيع بتشوفي الناس كلها بلشت تشتري وتجدد وتزرع لانه احلى وقت اللي هو بداية شهر اربعة وطالع كتير اشي حلو طب مهندسي امل هلأ بس نصيحة لك لكل النباتات كل قديش تقريبا الحب سماد هاي بواحد بضله مروح منشتري بقولك بالشهر مرة ناس بقولك حطي مرتين مروح بقولك حطي شوية كل اسبوع صح مضبوط كلامك شوفي هلأ فيه اشي عام خلينا نقول شغلة السماد اول شي بدك تكوني جهزتي حديقتك بالشتا وهاي نقطة كتير مهمة بعد ما تجهزي بالسماد العدوي وخلينا نقول الاسمي اللي هي سلوريليس احنا منقولها اللي بدوه شوي شوي بتكوني جهزتي بهاي الفترة اجر ربيع هلأ ببداية خمسة بدك تبلش تسمدي طبيعي هلأ السماد فعليا مرة بالشهر بيكفي كان داخلي او خارجي اكيد داخلي اكيد مرة بالشهر هلأ الخارجي فيه ناس بتستعجل يعني بدها ازهار على طول بدها يضل نبتاتة حلوة السماد كتير حلو وبزيد هذا الازهار فاحنا ممكن نسمد مرتين بالشهر اكتر من هيك مرات بصير ويست يعني حرام اضل اسمد كتير إلا فيه عندنا حالات خاصة بتكون النبتة ضعيفة ساعتها انا بدي احط زي ما تقولي بدي يعني كيف لما نحط بنار سري أو نحط بمشتل منذير بالنا حتى اذا كانت بالصد واذا كانت بالارض بدي ادير بالي عليها شوي زيادة ساعتها انا بزيد ما بتحرق مرات كترة حسب طريقة التسميد وحسب كمية التسميد حسب الشخص اللي بيسمد هاي كمان اشي مش سهل بس احنا نضل نحط سماد على اشي فاضي يعني مثلا فيه ناس كل ما يشوفها الورق صفر ع طول بديرها الحديد وهذا الحكي غلط يعني احنا ما منحتاج حديد كتير بتربتنا للنبتات بس التربة القديمة بدها حديد وهون دور السماد العدوي مش بس حديد هون دور السماد العدوي السماد العدوي فعليا هو مش سماد السماد ما بيحسن لون النبتة السماد احنا دايما بنقول هو بيحسن خواص التربة عشان النبتة بيصير أسهل تاخد العناصر اللي بالتربة عرفتي؟ فأنتي عشان تحسني وتقليلي من كمية الأسمد اللي عم تعطيها للنبتة أنتي بتحسني خواص التربة بس ما دلوض هلو في معانا اتصال أم عمر هلو مرحبا أهلا شكريالا تمام كيفك انتي؟ نيح الحمد لله كيف ست أمان نيحا تمام الله يخليكي بدأ غلبك أنا عندي ببرندة بالسقة عندي بس عم بذرع لنا ما عم بيضبط ما بيطلع بكثاثة فمش عارف أنا إلي أكتر من سنة يعني وبحاول أزرع نعنا أعطيني فيه ما بيضبطش معي بالمرة نعنا فبدي أي طريقة تحكي لي اللي هواره مش كبير مستطيل بس إني يعني وتراب أجيبه ومسمد كمان بس مش عارف شو أعمل فيه هي أنا سمعت كل شي معده إيش زرعت؟ أم عمر إيش زرعتي؟ نعنع 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 أوكي طيب هي بالبرندة زرعته عم بتجرب وما بيضبط مع أنه كتير سهل النعنع وحتى لما إذا دأ بالأرض صعب تخلصي منه كتير وشيرشه قوي شير كتير قوي يعني أنا مستغربة أنه موظبطش معها هلأ مش ضروري تحط تربة كتير مميزة للنعنع تحط تراب عادي ولا أحسن من بتراب عادي بس بما أنها عم تزرع بقوار وبما أنها على البرندة فيه كتير أشياء لازم ادير بالها عليها أول شي بدها نسبة إضاءة منيحة تقريبا خليل نقول ثانيا تخلط شوي مع بيتموس مش عشان إشي عشان أول إشي تهوية للتربة ثانيا أنت أسهل يعني تربتنا تقيلة شوي مع المية يعني تخلط مص مص ففي حالة تحركت وبالضبط إذا خلطت موهلت هلأ يعني ما عندي أي تفسير ليش عم بموت ما ينشف بالضبط شغلة المية كتير مهمة كنت عم بحكي هلأ برضو ما ينشف وما نزيد مية ما يعفل أطبعا إحنا دايما منحذر بكل اللبتات سواء خارجي ولا داخلي دايما التو بيكس هدول اللي زيادة والناقص كتير إشي بتضر النبتة وزيادة بتضر أكتر من الناقص يعني هلأ إذا النعنع إحنا بنعرف بحب المية فإذا عطش ما رح يمشي عندها رح يبلش ينشف زي ما حكيتي رأية يعني إن شاء الله أنه نكون فدناها بتعرف إيش المشكلة دير بالها على المية زي ما قلنا على الموقع الموقع كتير إشي مهم غير هيك ما في إشي بأسر على النعنع بالاكس من عنا كتير إشي سهل يا قير التربة أم عمار الله بعينك آه بسير مش غلط يعني مهندس أمال القيمري شكرا لإليك تسلامي الله انتظار الأسبوع الجايبي نباتاتي جديدة إن شاء الله